مجددا يتأرجح سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة صعودا وانخفاضا ولعل ذلك ما يؤرق المواطن لكن أكثر ما يقلق حياته اليومية هو بقاء سعر المواد الاستهلاكية والخدمات ثابتة دون مساس إلا إذا كان تغيرا تصاعديا يتدنى بسببه الوضع المعيشي للمواطنين إلى أدنى مستوى بحسب قول البعض في وضع كهذا تكون العملة وارتفاع الأسعار هي المتحكم بحياة الناس تبرز العديد من التساؤلات حول الدور الذي قامت به الحكومة لإنقاذ المواطنين من المجاعة وقد باتت خطرا محدقا يهدد اليمنيين ليس فقط في المحافظات التي تدور فيها الحرب ولكن أيضا في بعض المحافظات المحررة ومنها عدن العاصمة المؤقتة للبلاد وأنا هنا أعمل منذ مدة حوالي سنتين وأصل أرسلهم ولا أروح ولا قدر تروح يعني من شدة يعني من ما في عيش تمام تمام إلى جانب الحرب والعامل التي تمر بها البلاد يمثل عدم استقرار العملة بالنسبة لشركات الصرافة أحد أهم البيئات المناسبة لعملهم وصناعة أسواق سوداء وهو ما ينعكس على الحالة المعيشية المباشرة لحياة المواطن قبلها الأسواق التجارية التي يلقى التجار فيها بيئة مناسبة للتلاعب بالأسعار وهو ما يبقي سعر العملة المحلية معضلة تعجز السلطات وخبراء الاقتصاد عن إيجاد حلول لها لطالما ظلت الحرب الاقتصادية أحد أوجه الحرب العسكرية والسياسية حني الجمال بالقيس أعظم